اجمعوا اثنان وأربعة على سبعة زائد ثلاثة واثنان على سبعة اوقفوا الفيديو قليلاً وحاولوا ايجاد الناتج بأنفسكم هناك اكثر من طريقة للحل أولاً اجمعوا الاعداد الصحيحة اثنان زائد ثلاثة يساوي خمسة ثم اجمعوا الكسور أربعة على سبعة زائد اثنان على سبعة يساوي ستة على سبعة لكن هل يجوز الجمع بهذه الطريقة؟ نعم لاحظوا اثنان وأربعة على سبعة هي نفسها اثنان زائد أربعة على سبعة زائد ثلاثة واثنان على سبعة هي نفسها ثلاثة زائد اثنان على سبعة الآن يمكنكم ترتيب المعادلة بأي طريقة تريدون فتضعون الاعداد الصحيحة معاً والكسور معاً اثنان زائد ثلاثة زائد أربعة على سبعة زائد اثنان على سبعة اثنان زائد ثلاثة يساوي خمسة أربعة على سبعة زائد اثنان على سبعة يساوي ستة على سبعة انتقلوا للسؤال التالي وهو أصعب بقليل ما هو ناتج جمع ثلاثة وثلاثة على خمسة زائد خمسة وأربعة على خمسة؟ استخدموا نفس الطريقة السابقة ثلاثة زائد خمسة يساوي ثمانية ثلاثة على خمسة زائد أربعة على خمسة يساوي سبعة على خمسة والناتج هو ثمانية وسبعة على خمسة هناك شيء غريب في الناتج وهو أن سبعة على خمسة أكبر من واحد إذن هذه ليست الصورة الأوضح لهذا العدد الكسري هناك طريقة أخرى لكتابة هذا العدد ثمانية وسبعة على خمسة يساوي ثمانية زائد سبعة على خمسة تساوي خمسة على خمسة زائد اثنان على خمسة لاحظوا أن خمسة على خمسة زائد اثنان على خمسة يساوي سبعة على خمسة خمسة على خمسة يساوي واحد ثمانية زائد واحد يساوي تسعة والناتج النهائي هو تسعة واثنان على خمسة كل ما فعلتموه هنا هو أنكم جمعتم بنفس الطريقة التي استخدمتموها في السؤال السابق ووجدتم أن الكسر في الناتج أكبر من واحد وفككتموه إلى واحد زائد جزء من الكسر أصغر من واحد أضفتم واحد إلى ثمانية وحصلتم على تسعة ثم بقي معكم الكسر اثنان على خمسة ثمانية وسبعة على خمسة يساوي تسعة واثنان على خمسة إذن ثلاثة وثلاثة على خمسة زائد خمسة وأربعة على خمسة يساوي تسعة واثنان على خمسة وهذا الجواب أوضح من ثمانية وسبعة على خمسة وتذكروا الثمانية أصبحت تسعة لأن سبعة على خمسة تساوي واحد صحيح واثنان على خمسة